مجلس أمناء المؤسسة والتقدير إلى جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على دعم جلالته واهتمامه الكبير بالعمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة والدعم المتواصل للأيتام والأرامل وجميع الفئات المحتاجة في مملكة البحرين من أجل أن يحظى الجميع بحياة كريمة مثمنا سموه اللفتاة الإنسانية من جلالته تجاه المنكوبين من الدول والشعوب الشقيقة والصديقة والتي تعكس المواقف الثابتة والواضحة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعب تجاه الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة سمو رئيس الوزراء والمؤازرة المستمرة لسمو ولي العهد مثمنا لعضاء مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي المؤسسة الخيرية الملكية جهودهم الدؤوبة والمخلصة في عمل وإدارة المؤسسة الخيرية الملكية كما أكد سموه اتخاذ الخطوات المهمة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية في تقديم الرعاية الشاملة للأيتام والأرامل وجميع الفئات المحتاجة في مملكتنا الغالية والمساهمة في مد يد العون وتخفيف الآلام عن المنكوبين في الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتهم انطلاقا من الواجب الإنساني الذي يحتمه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وخلال الاجتماع استعرض أعضاء مجلس الأمناء آخر المستجدات في تنفيذ التوجيهات الملكية الكريمة الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية والبرامج التنموية والاستثمارية التي تنفذها المؤسسة لمختلف الفئات في مملكة البحر كما ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم الكريم من الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والمؤازرة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مثمنين دور وزارة الخارجية في تسهيل عمل المؤسسة في تنفيذ المشاريع الإنسانية خارج المملكة كما ناقش المجلس عددا من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية ووجه الإدارة للقيام بدراسات الجدوى بخصوص ذلك واستعرض المجلس خلال الاجتماع الإنجازات التي حققتها المؤسسة الخيرية الملكية خلال الفترة الماضية والتي شملت تقديم المساعدات والخدمات في مختلف الجوانب المادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية للأيتام والأرامل ومختلف الفئات المحتاجة في مملكة البحرين بالإضافة إلى المشاريع الإغاثية والإنسانية التي قامت بها المؤسسة للدول الشقيقة والصديقة وبهذه المناسبة ثمن سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة مشيدا بالدور القيادي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمنى من خلال متابعته للخطط الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة في كافة المجالات الخاصة بالأيتام والأرامل والمحتاجين والملف الإغاثي الدولي والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية للمؤسسة من ناحية أخرى تقدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مدير إدارة المؤارد الخيرية بجزيل الشكر للمؤسسة المتعاونة في تقديم الدعم والرعاية موضحا أن البرنامج يهدف إلى تحفيز الأطفال ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتعزيز مختلف القيم وتطوير علاقاتهم الاجتماعية واستثمار وقتهم بما هو مفيد وممتع وفي ختام الاجتماع ثمن أعضاء ميجس الأمناء التوجيهات الملكية السامية لدعم المحتاجين في مملكة البحرين من الأيتام والأرامل ومختلف الفئات وتقديم المساعدة للمتضررين من الأمطار إلى جانب مساعدة المنكبين والمتضررين في الدول الشقيقة والصديقة مشيدين بالدعم الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد معربين عن خالص شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على جهود سموه في دعم العمل الخيري والإنساني متمثلا في عمل المؤسسة الخيرية الملكية من أجل تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها بما يحقق تطلعات ورؤى جلالة الملك المفدأة ترجمة نانسي قنقر